سلام المسيح مشاهدي قناة الحياة برحب بكم في حلقة جديدة من برنامج المرأة المسلمة حلقتنا النهاردة مسجلة لكن حلقة شيقة وموضوع شيق وكما عودناكم حيكونوا كل المرشدين موجودين ومتحين لكم على أرقام التليفونات والرسائل على الواتساب وعلى كل صفحات التواصل الاجتماعي لقناة الحياة وبرنامج المرأة المسلمة دلوقتي بقى أرحب بضفتي الأخت سوزي مونير أهلا بيك أخت سوزي مرة تانية شكرا أهلا بيك مبسوطة أنك تكوني معايا النهاردة والحقيقة أن الموضوع اللي اخترناه حيكون شيق ويمكن غريب على بعض الناس لكن بنعمة ربنا ربنا يعمل فيه طيب كويس أمين في اسمي أسوأ خليني يعمل مقدمة صغيرة عن الموضوع للمشاهدين عشان نديهم فكرة نحن النهاردة هنتكلم في إيه أولا حلقة النهاردة بعنوان عالم الروح عالم الروح موضوع يعني يمكن نفتكر مثلا الأفلام المصرية كان فيها حاجات عنوين زي كده في كتب كانت عنوينها حاجة زي كده لكن إحنا برنامج روحي فإحنا بنتكلم عن ما يخص الله في الأمر مش كده يعني العالم الروح أول حاجة بتيجي في دماغنا ربنا الله لأن الله روح بس مش ده بقى أول حاجة بتيجي في أزهان الكتير من السمعين وخاصة اللي من خلفية مسلمة فيه ناس بتتكلم عن الروحانيات كتير لكن المعنى الحقيقي هل ليه معنى وتوصيف في المفهوم الإسلامي والده يختلف عن المفهوم المسيحي ولا لا خليني أعمل معكم كده اختبار بسيط لما نسمع العنوان ده عالم الروح بتفكر في ايه أول وهلة كده لما تسمع العنوان كنت بفكر النهاردة زمان أنا خلفية كانت ايه لما أقول عالم الروح فيجي بالي الموسيقى التصويرية الأفلام الروح بمثلا وإحنا زمان فاكرة فيلم الجن والإنس آه يعني مش بحبه خلص لكن الموسيقى التصويرية بتاعته كانت مميزة جدا وفيها قطط بتنونة وحاجات زي كده يعني كانت تديك نوع من الرهبة كده والشعور إنه ده عالم مرتبط بأرواح وشياطين وكده ايه الصورة الزهنية والخطر الأول فيه اللي جيه في زهنك لما سمعت إن حلقة النهاردة اسمها عالم الروح ايه هو عالم الروح في مفهومك أنت الشخصي؟ مسيحي مسلم ده اختبار لمعرفتنا عن الله واختبار لمعرفتنا عن يعني أصول دين كل واحد إذا كان مسيحي أو مسلم في المفهوم الإسلامي عالم الروح هو مباشرة كده متسأل حد يقولك هو عالم الغيبيات غير معروف في أفكار مختلطة ومختلطة كثيرا لأن مفهوم الروح أصلا غير واضح في الإسلام أنا بسمعك لأن أنا بتعلم جانب الإسلامي يعني أنا مش والحقيقة أنه يعني هتندهشي أنه المسألة فيها أسئلة ولكن ليس لها إجابات إحنا متعلمناش كده في الكتاب المقدس دعا طبعا يعني دائما هناك إجابة في تحاجج مع الله في أسئلة لله الله الله بيتكلم معنا الفرق في الإسلام مختلف تماما في عالم الروح يقولك ده عالم الغيبيات السورة اللي الرب وضعها في ذهنك هي اللي هتقولك أرضية وخلفية معرفتك عن عالم الروح اللي ربنا عايز عايزك تعرفه إيه سواء كنت مسيحي ولا مسيحي السورة دي ربنا عايز يغيرها يصلحها في حياتك علشان تكون إنسان قريب من الله فاهم لله النهاردة مركز حديثنا هيكون عن تمييز الأرواح أو روح التمييز اختبروا الأرواح واختبار الأرواح تمييز الأرواح وروح التمييز اللي اتنين تعبيرات موجودة في المسيحية والشخص المسيحي بيقبالها على طول ويفكر فيها كل واحد بصورته مختلفة شوية لكن في صورة كتابية واضحة عن فكرة تمييز الأرواح أنا إذا قدرت أخذ من القلتي يا أماني تخذ ده يعني أنا شايفة أن الرؤية مختلفة شوية أو مختلفة كتير عن الرؤية المسيحية لأن الإنسان في حد ذاته هو كيان روحي أيه له جسد يمكن دية واضح من الكلام يعني ما عرفش إذا كان ده حاجة موجودة في القرآن ولأ لكن احنا أخذنا وجودنا من الله الذي هو روح لأن الله روح فاحنا اتصالنا المباشر بربنا حياتنا من عنده واحنا الكائنات الوحيدة المخلوقة بروح احنا لنا روح وجسد ونفس ونفس واحنا الوصلة الوحيدة ما بين الأرض والسماء والروح دي ليه عمل في حياتنا طبعا الروح دي ربنا ادهلنا وأعطانا بيها الحياة علشان نقدر نتواصل مع العالم الروحي معاه هو يعني الهدف الأساسي من أنه هو ادانا روحه أو النفس في الخليقة الأولى لما تنفس فينا أعطانا نفس وأصبح لنا حياة فاحنا حياتنا مرتبطة بنفسة الله بنفخة الله وكان هدف الله أنه هو أنا ككائن أصبحت روحي وعطاني جسد أن أنا أقبر في هذه وأتفاعل مع روحه عن طريق الروح اللي هو الدهالي وأتواصل معاه وأعلن حضوره على الأرض وكون الوصلة ما بين السماء والأرض ما بين العالم الروحي والعالم المادي نقطة من اللي أنت بيتقوليه مهمة جدا أنت دلوقتي قلتي أنه إحنا الروح هي المركز اللي أنها الأهم حاجة بتربطنا بالله مزبوط هو نتواصل مع الله عن طريق الروح القرآن فيه فكرة مشابهة بيقولك أنه الله نفخ فيه من روحه ولكن الفرق القاطع جدا في الأمر ده أنه ما فيش تواصل إحنا الكتاب المقدس بيعلمنا أن إحنا موصولين بالله من خلال روح الله روح الله يسكن فينا ده بالمسيح أصبح بالمسيح فيه تعامل بينك وبين روح ربنا بيني وبين روح ربنا أنا بنت الله الآن مكاني مختلف لكن أين كان الإنسان المسلم هو عبد للإله ما فيش هذه الوصنة فالمفهوم أنه النفخة أو الروح دي حاجة حصلت مرة وخلاص لكن ما فيش اتصال لأن الله بعيد لأنه هو الله بيحاول أنه هو يتواصل مع الإنسان لما الإنسان أخطأ طبعا انفصل لا أنا بتكلم عن الحتة الإسلامية اللي كنت بشرحه ده الحتة الإسلامية اللي أنت بتقوليه بقى اشرح لنا فيه اللي هي الحتة المسيحية لما الإنسان أخطأ يعني اختار أنه هو يبعد عن ربنا فحصل الانفصال ما بين روح الإنسان والله فالروح ماتت الروح الربنا الدهالنا ماتت بمعنى أنه إحنا مش قادرين نتواصل مع الله فالله ابتدى هو اللي يعمل المبادرات علشان يعرفنا بشخصه لأنه إحنا خلاص الحاجة اللي هو خلقها فينا عشان توصلنا له مش قادرين نتواصل معه إحنا أطعناها بالزبط وابتدى يدخل علينا الكيان الشر أو العالم الروحي الشرير ابتدى يتكلم معنا فمش قادرين نميز لأن الروح اللي كانت وصلنا بربنا انفصل بس ربنا ما سبناش عايز يتعامل معنا عشان يرجعنا مرة أخرى نتواصل معنا النقط وقبل ما تخلصي الحتة دي اللي عمله ربنا مش رد فعل ده ده حال ربنا معنا يعني هو دائما متواصل معنا الله أمينا يبقى أمينا حتى وإن كنا نحن غير أمنا بالزبط الله دائما يبحث عن الإنسان يعني إحنا ما فجئناهوش فنحن عمل لنا خطة لا 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 ربنا له هدف كبير قوي وقصد كبير قوي من خلقة الإنسان واكبر حاجة إنه هو حط من نفسه فينا علشان يبقى لنا شركة معه علشان يبقى لنا كيان ملوكي نملك الأرض معه عن طريقه هو دي نقطة تفاصيلة كبيرة جدا في الفرق بين المسيحي والإسلام يا سوزي لأنه إنه 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 لن نتواصل مع الله دي حاجة مش موجودة خالص في الفكر الإسلامي ليس هناك شركة مع الله ده يفتكروها شرك لما بتقولي كده يعني وإنه الإنسان في الإسلام ما تروك بيعافر في الدنيا لوحده بس نقطة الشركة ومعية الله دي في مقاصد الله الأولى كانت تخلينا نشوف بعناء مظبوط نفهم اللي حوالينا بروحه مش كده ده مش بس بروحه ده في الأول كان كلام يعني واجهن لواجه لو خدت بالك إن الخطيئة عملت وانفتحت أعينهما فكان عارفان الخير واشا يعني يعني هما كانوا عمية قبل الخطيئة لا انفتحت أعينهما يعني أصبح المرجعية ليهم هما وإنك إن العينين شافت الخير والشر أمشور كل اللي كانوا شايفينه كان خير كان خير لأنه كان اتصلهم بربنا بالزبط ربنا دينا التقابل أنا يعني دي حاجة أنا حستها دلوقتي واندي بتقولي لكن حتة إنك تشوف الشر ده بيخلينا نروح بقى لنقطة إنه العالم اللي احنا عايشينه ده مش كل حاجة احنا شايفينها زي ما هي أو أبعادها كلها يعني وده اللي بيخلي ربنا يدينا روح التمييز بقى لما نشوف نرجعنا بقى أولاده الله يدينا روح التمييز عشان نشوف من عينيه عايزة أقول نقطة وعايزة تعليقك عليها العالم اللي حوالينا اللي بنشوفه اللي بنرى مش هو بس يعني ما نرى مش بس المنظور في عالم تاني هو عالم الروح اللي ربنا عايزك تتمييزه وتشوفه فيه شر وفيه خير لما بولس شاف الصورة وقال انه مصارعاتنا ليست مع لحمة ودم بل مع الرؤساء مع السلاطين مع ولاة العالم على الظلمة على ظلمة هذا الظهر مع أجناد الشر الروحية في السماويات ده لما تقري الآية تحسي انه بولس كان شايف صورة مظبوط كان فاهم الوضع المظبوط للحرب ومين احنا بنحارب مين مين بيحاربنا ودي نقطة تانية يعني احب لو احنا علشان نقدر نميز ما بين روح اللي بيتكلم معنا لان الأرواح بتتكلم معنا ولازم نكون فهمين العالم الروح في اتصال بيننا وبين عالم الروح بس المهم احنا بنسمع لمين وان نقدر نميز صوت ربنا ولا يلقى عن صوت اي أرواح اخر احنا يعني لما بولس يقول مصرعاتنا ليست مع لحم ودم بل مع السراطين معناه ايه انا حربي مش مع أخوي الانسان انا ما بحاربش أخوي الانسان احنا الشيطان خلانا نتحارب مع بعض يعني شال شال الفوكس من عليه شال ان احنا نبقى فهمين انه هو العدو بتاعنا وخلانا نتحارب مع بعض وطبعا عمال بيكسب هو لو تشوف في الدنيا عمالين احنا دلوقتي الانسان بيتحارب مع أخي الانسان الانسان اللي مش عايش في الروح مع روح الله كمسيح زي ما انت شايف العالم عامل ازاي الحاجة التانية هو ان احنا ان كنا بنسلك في الجسد ولكن ليس حسب الجسد نحاربه بمعنى ايه ان اسلحة محارباتنا ليست جسدية بل قادرة على الرب قادرة بالله على هدم الحسون احنا فاكرين ان الحرب على الجسد لا الحرب على روحي بالزبط الحرب موجهة ضد روحي والجسد ده مجرد غطاء بيتلاعب به علشان يوصل لروحي ليه لانه زي ما قلت الروح هي اللي هتتصل بربنا والشيطان عايز يقطع الخط ده خالص تقدر يفصل لك عن ربنا عايز يموت الروح دي خالص علشان يموت الانسان يموت الانسان ابديا فمثلا يدينا احتياج للجسد مثلا يعني وبس بتبقى الحرب موجهة ضد الروح احنا لازم نكون يعني زي ما نقول ايه احنا لازم نكون اشتر منه لنجه الافكار تو خلينا ندي مثلا للمشاهدين لانه مثلا انتي قلت يدي حاجة شهوة للجسد مثلا احتياج مش دوري شهوة فيكسر الروح يعني الانسان بيبقى عارف انه الخطيئة اللي بيعملها علشان يشبع جسده لاي سبب من الاسباب بتطفيه بتكسر حاجة جواه بس ده الانسان المختبر المسيح يمكن الانسان اللي برا المسيح لسه بيشوف من منظور اللي هو فهمه اللي هو عاشه فين تربى رح كنيسة ايه تعلم ايه في الجامعة يعني في حاجة كتير قوي بتتدخل في ده مع استمرار تواصل الله معنا انا يعني هاشرح دي يعني استمرار تواصل الله معنا بالنسبة لي انا كواحدة من خلفية اسلامية لكن فيه تواصل الله معايا على طول الخط بداية في تفكيري فيه من صغري وانا قلبي عنده اشتياق انه يعرف الله وبعدين قلبك عنده اشتياق ده الانسان له مسئولية كبيرة في الموضوع بالضبط بس انا بعتقد انه ده حاجات ربنا ونورلي عليها يعني محدش كتير بيفتكر حاجات ومنه عنده 3-4 سنين انا بفتكر الحاجات اللي مرتبطة بالله وانا عندي 3-4 سنين لانه ده الهدف اللي ارتكزت علي حياتي في الاخر انا عايز اقول انه الله بيتواصل معاك ومعاك حتى وانتو صغيرين حتى وانتو ما تعرفوش ربنا خالص if you are atheist or whatever مزبوط مزبوط بس كمان في المسيحية نفس الحكاية في ناس ليهم اسم المسيح ولكن هم مش اولاد المسيح اه طب يا ده اكيد لان الله يعلن عن نفسه والمسيح ليس ديانة بمعنى اننا اعمل اعمل كذا وعمل كذا وعمل كذا لا دي ديانة ديانة معين المسيح هو او المسيحية هو لاني عالم بمن امنت بشخص الله لو شلت شخص لو شلت شخص المسيح من المسيحية المسيحية انتهت ما هيش معبرة عن مجرد افكار ومعتقدات لي لان المسيح هو الذي يعلن عن الله يعلن لي عن الله عن روح الله وعن طريق روح المسيح انا اقدر اعرف روح الله واعرف الاشياء الموهوبة لي من الله كما يعلمنا كتاب خلينا ندي للمشاهدين امثلة من حياتنا الشخصية احنا اتنين من خلفيات مختلفة انت مسيحية متربية في الكنيسة يعني اللي زي يقول الله ايه ده يعني ده انت عايش النعمة طول عمرك انا مختلفة خالص ما عنديش اي فكرة عن شخص الله مفهومي لشخص الله يخالف تماما اللي اعرفه عن الحياة الروحية اللي عرفها النهار ده العلاقة علاقة البنوة اللي بني وبين الله النهار منظوري كمسلمة ما فيهوش سابقة ما كانش فيه خالص حتة انه فيه صراع روحي بيحصل حواليا كنت عرف ان فيه جن وشياطين بس منهم صحابي يعني كنا منتعامل مع بعض مش هزار ده فيه جن مؤمن وفيه جن مش عارف ايه يعني وادخل وسمي وعشان الجن المؤمن يمشي كده شوية فادخل كده يعني يعني بعدين نشرح الموضوع ده فيه حلقات عملناها على الحاجات دي فيه قوة الله بعدين لما جيت الإيمان عرفت انه فيه قوتين قوة الله وقوة الشيطان والاتنين بيتصرعوا على روح الإنسان يعم يعم قوليني انت يا سوزي حياتك امتى وصلت ل اللي انا شايفها ده صحبتي بقى اللي بتعامل معاها ازاي عرفتي الله طبعا تجربتي الشخصية وعشان كده بيتقال تجربة شخصية دي خاصة بيا مش عايزة حد يعممها لكن بسبب شخصيتي ربنا خلاني اقدر اروح في حاجات انا محتجاها علشان اوصل بمعنى انا انا اكيد انت تعرفي الابن الضال المثل هو عندنا اوصل في الكتاب المؤدس في الكنيسة بمعنى ليا يعني قادر اقول التدين صورة التدين هذك مبنية على وجودك في الكنيسة بكل بكل تفاصل خدمة خدمة اخدم يعني احضر الخدمة احضر كل شيء امارس كل التقوس حتى كان ليا كمان اتصال كبير بقيادات في الكنيسة ولكن اللي حصل ان انا كنت كل ما بعمل هذه الممارسات واصبحت هي الغاية لان هو ده لنا في الفترة دي انا مكنتش طبعا بتصرف بفهم لكن كنت اللي بيتقال لي انت عملي كذا وعملي كذا وعملي كذا يعني بتصلي على بأي صورة من الصور يعني بتقري الكتاب بأي صورة من الصور بتدرسي حاجة عشان تعليميها للعيال بأي صورة عشان عشان المفهوم الاسلامي يعني ايه بتخدمي في الكنيسة دي يعني مثلا لو انا كنت حتى بأخدم معوقين ومعوقات وحاجات كده تعملي عمل خير وتصلي مع الناس وتفتقدي وكده لكن اكتشفت ان على قد ما كنت بعمل الحاجات دي على قد ما كنت ببص على اللي ما بيعملش نظرة اصدراء انا احسن منكم انا يعني الحاجات دي ما غيرتني ش للاحسن بل بالعكس ده كان اللي جواكي بس ما معتقدش ان في ناس بتامش تعمل كده يعني لا لا طبعا ده كل ده جوايا انا بس انا كنت شعر بي ان انا كنت ببص مثلا لأختي انت ما تفهم احسن مني انا بفهم محسن منك حتى مع الاسف الشديد كنت بص مثلا ممكن لبابايا ومامتي ما بتروحوش ادي لما انا بروح كنيس ومع الاسف الشديد اللي ساعد على هذا كانت القيادة اللي انا كنت تحتها ما كانتش قيادة حكيمة خالص وكانت بتزود جواي هذا الاحساس وما كانتش بتصلح كرة ميصح وفضلت على كده مدة الى ان تقدر تقولي عارفة الاسبايرل لغات لما وصلت الى قاع يعني من داخل نفسي وقلت له وفي ايه تاني كل الممارسات ما كانتش بتشبعك لانها خارجية مش داخلي خالص وحسن ان في حاجة نقصة انا اتغيرت للاوحش ما اتغيرتش للاحسن وانا جواه البيت زي بالظبط الابن الضال ولا لي اي علاقة خالص يعني اللي يقرأ قصة الابن الضال يعرف ان هو كأني عبد بالظبط يعني ولا لي علاقة ولا حتى اعرف الاب دوت ولا حتى بحاول ان انا اعرفه يعني بس لغاية لما بقولك وصلت الى القاع وساعتها حاولت بقى يعني بتريت ادخل وازعق لربنا اقول له انت السبب ماهنا لازم تبليم لازم ارمي اللوم على حد وانا مش عايز ابص جوه مش عايز ابص جواي فاعمل اقلومه انت اللي حطيت الناس دي كقيادات انت اللي قلتلنا نتعلم منهم هما اللي غلط انا مهم اعطي على دي فترة لغاية لما ربنا ودي الحاجة اللي ان انا كنت لازم اكشف نفسي وصاد ربنا ف ربنا في 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 جلستي معاه قال لي بزبط يعني بتايت اسمع صوته قال لي ملكيش دعوة بالقيادة انت مسؤوليتك فكانت واقفة يعني مسؤوليتي ما هما اللي بيعلموني قال لي لا هو هو انا مش ميديكي حاجة ده ده كل داع بقولك حوار رايح جاي معايا وعلى مدى طويل يعني مش مثلا في قاعدة واحدة بس هو ده اللي ربنا ابتدى يعني قال لي قال لي انا مديكي كتام وادس مديكي روحي جواكي علشان تعلمك درهاز يعني لازم بقى في مسؤولية ليكي مش الغلط كله على سيبيهم لي دولة انا هتعامل معاهم بسلوب تاني لكن انت ليكي مسؤولية لازم توضحيها لنفسك وفعلا اعرفني في اية في كتام مؤدس كانت جميلة حطها امامي في اعمال الروس بيقولك كان اهل بيرية دي كانت مقاطعة اشرف من الذين في تسالونيكي انا مقاطعة تانية ليه لانهم قبلوا الكلمة اللي كان بولس وسيلة بيقولوها بكل نشاط فاحصين الكتب كل يوم فاحصين الكتب كل يوم هل هذه الامور هكذا اذا كانوا هما بيفحصوا ورابولس وسيلة انت دورك ايه فدي كانت البداية اعترفت بان انا الغلط اخدت الاحتمال او يعني مسئولية اللي مفروض انا علي وبعدين ابتدى يعلمني قال لي عايز خطوة تانية منك عايزك تصلله للقيادة دي الغفران الغفران لان انا كنت ابتدأت ابقى بتر وبتدأت يعني بتر يعني فيه مرارة جوايا والمرارة دايما بتبقى فيه حاجز بيننا وبين ربنا ده اكيد جزر المرارة لازم يكتشف ففعلا لما علمني ازاي وغيرني ازاي اليوم اللي بطايت اصللهم فيه هو اليوم اللي اقدر اقول اتفتحت ليا باب تاني اعلان تاني من عند ربنا عن نفسه دقت معنا الغفران ليا يعني غفرت النفس غفرت لهم فدقت الغفران ودقت معنا كلمة يعني اذا فهمتوني صح احبوا اعدائكم باركوا لعنيكم هما صحيح مش اعدائي لكن لما الانسان بيتجرح من حد اللي مفروض العدو بيحط عدوة بينك وبينه يعني او الحاجة تتعمل الانسان بذات لو كان موضوع لحمايتك واصبح سبب هلاكك او سبب في بوعدك عن ربنا بيبقى فيه تعب نفسي لكن فعلا لما ربنا شفاني من هذا كانت بداية رحلة جديدة مع ربنا الحاجة اللي عايزة اقولها كماني اماني وربنا علمها لي لان دي كانت برضو سبب من اسباب اللي انا طلعت عليها لما بيقول لي روحي فيك قلت له اه وكي بس انت هم اللي هيعلموني ده كبرياء لو انا قلت ان انا ايوة التواضعية انا تعلمت كادا فقال لي فبالضبط فهمني من خلال بقى الدراسة قال لي انت كيف تجعليني انا كاذب بالضبط انا كده كايني بقول على ربنا ان هو كده بلانه مش هيديني ده هو هو مقدرش يعلمني يعني لازم اخذ من حد استلم انا باعت لك روحي انك انت تتعلمي بيها انت حطيتي تماثيل كتيرة حطيتي اصوار كتيرة بيني وبينك بينما الله جاء لكي ما يعلمنا دايريكت يعني يكون لنا اتصال دايريكت معاه كل ما كنت بقصر في تمثال كنت ما كنت بقرب منه اكتر وطبعا التمثال الكبير لازم يكسر كنت انا الزت اللي هو انا ابتليت افهم ان انا كنت عايزة بس الصورة والناس تشاور عليها دي السوزي حلوة وبتاعت ربنا وبتروح كنيسة كل يوم وتعرف فلان الفلاني وتعرف فلان العلاني وليها خدمة مع فلان الفلاني it's it was all about قالوا ابعد عني يا شيطان لانك لا تهتم بما لله ولكن بما للناس زي ما قلت دي تجربة خاصة قد يمر بيها البعض قد يعني قد لا يمر بيها لكن ربنا قال لنا المسحة اللي اخدتموها يعني بتكلم عني المسحة الذي اخدتموها مني ثابتة فيكم ولا حاجة بكم الا ان يعلمكم احد بل المسح عينها هي تعلمكم ستقصدي انه روح الله هو اللي بيعلمنا وعطية الله مستمرة معانا مش انت لوحدك هو للكل ده لا يعني لوقتي انت تكلمتي عن المثل اللي كان في حياتك عندما نتكلم عن قادة اخطأه احنا نتكلم عن بشر اخطأه مزمو لكن الكلام في موضوع سوزي وانا كمان يعني الجاهل لا يستطيع انه يعلم شيء فاقد الشيء لا يعطي فاقد الشيء لا يعطي هما كانوا فاقدين بيقود اعمى ما ينفعش لكن المصدر هو روح الله وساعات لما روح الله بيتعامل معانا ويصلح حاجة يصلح شخص زي سوزي في حاجات تانية اتصلحت في الناس المحيطين بيها في سلام بييجي في مراجعة نفسي بتيجي في توبة بتيجي اتكلمنا عن امثلة زي كده انا عايز اتكلم عن مثل جيد بقى لاشخاص كانوا قادة في حياتي انا الشخصية برضو من الكنيسة كان تركزهم انهم يعلموني الكلمة يعني شوفي المركز ان احنا لوحدنا عن الالتصاق بروح الله والسماع منه والتعلم من كلمة الله عملنا انهم مش عارفة ايه يتكلمون عن دين جديد هو كده انه عملنا دين لوحدنا يعني فبالنسباني انا الناس اللي علموا لي الكلمة ده كان بعد ما جيت للمسيح لكن قبل كده لو رجعت اتكلم عن تمييز روح الله يا سوزي ما كانش ما كنتش عارف اصلا انه الله روح لكن كان حتة يعني فيه الكلام اللي كنت عرفه انه ويسألونك عن الروح الاية القرآنية كل الروح من امر ربي وما قطيته من العلم الا قليلا ولكن من امر ربي دي يعني سر ما نعرفوش والكلام ده محمد بقى اللي هو المثل للمسلمين هو قاله اقول لكم مثل يضحك شوي بس هو ده اللي المسلمين اللي بيسمعونا النهاردة وانت بتسمعني هو ده اللي انت تربيت تسمعه اللي انت تربيت تسمعه اليهود قال يعني حديث اليهود راحوا لمحمد وهم عاديين حواليه كده هو متكق يعني فواحد يهودي بيقول للتاني طب ما نسأله على الروح انا بتكلمها ببساطة بس يعني عشان اصور لكم المشهد قام التاني قال له لا بلاش يعني لا مفيش داعي سيبه اصدو بيوحى اليه فالتاني فالتاني قال له انا حاس فراح سأله قال له يعني انت تعرف ايه عن الروح فالحديث بقى بيوصف لك محمد قام قاعد كده راح متكق كده وقال لهم ايه كل الروح بقى من امر ربي انا معرفش حاجة عن الروح فقام اليهودي بص للتاني وقال له مش قلتلك يا اخي متسألش قال يعني ده من ضمن الاحاقات اللي بتجيلنا واحنا بنتعلم كنا انه يا ده فيه سر عظيم محدش يعرفه مع انه المسألة ده نكتة يعني الحديث ده نكتة ده مفيوش اي تصريح ان هذا الشخص اللي المفروض انه مرسل من الله يعلم حاجة عن الروح الله لذلك احنا كلنا نشأنا على الان اكشولي شو قلب ربنا هو انه يعرفنا عنه شو قلبه انه هو يعلم لنا عن نفسه انه هو يعرفنا من هو لان حيث روح الله هناك حرية وحرية الصح الحرية اللي اقدر اميز ما بين الغلط والصح واستمر في مع الله اقدر اميز وهو ده موضوعنا ربنا ولازم نبقى فاهمين ربنا يعلن عن نفسه يعني ايه يعلن عن نفسه يعني اسألوا تعطوا لو انت بتديتي كلامك بتقولي انا كنت عايز اعرف ربنا ربنا بيحاول مع كل انسان ايا كان عايز او مش عايز او مش عارف انه عايز او مش عارف انه عايز او مش عارف انه عايز اه لان زي ما قلنا ربنا امين ايا ربنا عن طريق زم يعني يعني عشان بس يخلصني ان الشعور بالزم فلو الانسان فينا عايز ربنا ربنا يعلن له عن نفسه اسألوا تعطوا اطلبوا تجدوا اقرعوا يفتح لكم من منا واحنا اباء وامهات وفينا ما احناش كاملين لو حد من اولادنا طلب مننا حاجة هنجيله عقرب حاجة كويسة مش هنجيله عقرب لا هكذا الله يعطي الروح القدس يعني جزء منه للذين يسألون علشان نعرف ده لازم نعرف نميز روح ربنا نميز روح ربنا ونعرف نستقبل من روح ربنا فلازم نعرف شخص ربنا من خلال برنامج المرأة المسلمة على مدى السنين اللي فاتت عملنا حلقات كتير عن شخص الله في الاسلام عن اسماء الله الحزن عن شخص الله في المسيحية والتقابل بين أو يعني عدم التقابل بين الاتنين لانه من يمثل اللي قال عليه الله في الاسلام ليس هو الله اللي بتكلم عنه الكتاب المقدس فهتلاقي فيه اختلافات كتيرة جدا جوهر الله حقيقة الله في الكتاب المقدس هي اللي تخلينا لما نسمع صوته نعرفه المشاهدين اللي بيسمعونا النهار ده وإحنا بنقول إن احنا بنسمع صوت الله وإن الله بيتخاطب معنا وإن الله بيتكلم معنا العابرين اللي حواليك وفوستوكو عارفين ده عشو لإن الله تواصل معهم من سنين طويلة لكن المسيحي اللي عارف الكتاب اللي عايش مع الله اللي فاهم شخص الله عارف إن روح الله اللي فيه بيتواصل معه بطرق كتيرة بصوت بكلمة الله بالكتاب المقدس بكلمة كلمة معرفة من حد يستقبلها المسيحي عارف ده المسيحي المختبر أهم حاجة إنه يميز صوت الله أكي قبل ما نروح لتميز صوت الله ويعني إيه الأرواح التانية اللي نميزها ونميزها إزاي كلميني عن جوهر الله اللي يعمل لنا الإطار اللي نسمع بيه صوته ربنا روح متصق في ذاته يعني ما فيش فيه تناقضات فما ينفعش يبقى خير وشعر لا ما ينفعش وربنا ربنا يعني في كل بر في كل صلاح في كل طهارة في كل محبة يعني إيه في محبة ونا عارفة إن الموضوع دو تقولك يعني يعني إيه محبة حتى الله يحب حتى الأشراء علشان يوصلهم للصلاح الله يشرك شمسه على الأبرار وأشراء والأشرار أسلوب العالم أو أسلوب الناس إن إحنا بتحبيني هحبك بتعمليني حلو هعملك حلو وحتى سديني ساعات حتى لو بتحبيني أنا ممكن تطلع في جننتي كده لا مش طيقاك يعني ده ده الستاندرد بتاع الناس إنما الله لا الله ينظر إلى كل واحد فينا ويقول في حاجة مني أنا عملت هذا الشخص أنا اديته حاجة مني وأنا عايزه في شركة معي والله يعمل كل حاجة من أجل هذا الإنسان وزي ما شفنا هو جه لكي ما يرجعنا تاني إليه في يعني في شيء إحنا بنقول يعني أنا ممكن أعمل أعمال صلاحة علشان أوصل لربنا زي ما أنت كنت يبت أعملي وأنا كنت بقى يا أنا ممكن أعمل كذا وأعمل كذا بصي أماني أول حاجة بتمنع الإنسان إنه يسمع صوت ربنا هو الإنسان نفسه ده أكبر عائق أنا لي أهداف معينة قد أكون بعطي وبعطي بسخاء لكن السبب يكون علشان التاكسس بتاعتي تقل زي ما احنا عندنا في أمريكا مثلا أو علشان يكون فلان فلان يربص ويقول دي بتدي دي ستة كويسة بتدي حاجات أو بناء على زنب أو بناء على محاولة أشتري طريقي لربنا أيا كان الأعمال والخدمة والديانة وده كله لازم أنقي نفسي من جوا وشوف هو أنا بعمل كده ليه محدش يقدر في كلنا بنقدر نعمل أعمال بدون محبة لكن محدش يقدر يحب وما يعملش وده هو اللي ربنا عايزه أن نبدأ من الداخل إلى الخارج لحتى ما تظهر أعمالنا أنها بالله معمولة ليه؟ لأنها تظهر محبة الله سو أنت عايزة تقولي أنه جوهر الله العامل فينا بيظهر طبعا في الفراد بيبان الثمر الفراد يعني هو الإنسان المزيف المزيف بيبان ولو ما بنش دلوقتي هيبان بعدين بيبان طيب خلينا نقول أنه دلوقتي إحنا بنتكلم عن إله صالح كله محبة كله صلاح كله صدقه أمانة وقداسة وكل ده فروح الله اللي جوانا بتتقابل مع يعني روح الله اللي جوايا تتقابل مع روح الله اللي جواكي ويحصل بيننا اندماج لأننا أرواح متوافقة روح الله اللي فيكي والحياة اللي احنا عايشينها لله بتخلينا أرواح متوافقة لكن في يعني ممكن نقضي وقت مع بعض كل اللي احنا بنعمله بنتكلم عن ربنا لأن ده اشتياقنا لأن ده شبعنا فاكرة ما كنا بنتكلم على مزمور 119 65 ولقينا في اللغة الأصلية اللغة العربي الترجمة داود بيقوله يا رب علمني فرائدة لكن الواقع إنه في اللغة الأصلية هو بيكلم عن علمني تمييز أفهم علمني الفعل وكذا وفي أصل اللغة كان التمييز إنه يدوق يعني العرفة سعديني أشرح دي يعني يفهم روح الله لدرجة التزوق زوقوا وانزروا حتى ربنا أعتقد كان بيكلم مع أرمية وجدت كلامك في في فمي كشهت كالعسل ليه لأن فعلا كلام ربنا للإنسان اللي ربنا يعني قدر يوصل إنه يسمع صوت ربنا ده اشتياق حلو ومبعدين بحر ملوش نهاية يعني زي ما كنا منتكلم مبارح أنا يعني مش مش كوني إن أنا قريت شوية أبقى أنا خلاص بل بالعكس ده أنا ربنا بيعلمني كل مادة كل يوم إنه بحر ملوش نهاية في همك أقدر وده وده اللي يفرق ما بين بقى التدين وما بين حق الفعلا أنا عايز أعرف ربنا التدين أنا فهم نفسي كل شيء بقى افتخار بقى بينفخ تدين بينفخ أو عارفة بحس مع النفخة دي التدين خليك مكتفي قوي باللي انت فيه يبدا لعمة معتمت على نفسك تبدا لعمة على طول أوكي إحنا اتكلمنا عن روح الله خلينا نشوف إيه الأرواح اللي برا اللي ربنا عايزنا نميزها أهمية إنك تميز الروح أهمية تميز الروح دي عطية من ربنا ومهمة جدا لأن الروح اللي إحنا بنتبعها يا أماني بتشكل كيانها تشكل كل كيان الإنسان هي العدسة اللي بقدر أشوف بيها واقعي هي النظارة اللي بشوف بيها أخواتي اللي حوالي هي نظارة بشوف بيها نفسي بشوف بيها أمتي بشوف بيها قصد حياتي وهي الروح اللي بتخليني في سلوكي في كل سلوكي وفي كل و لو رجعنا ده يا سوزي لفكرة إنه الأرواح مش أسامي كتير قد ما هي روح الرب أو روح إبليس لا هي هما روحين روح إبليس و روح الله وأنا في النص بختار وأنا في النص بحدد من جوايا أنا عايز إيه سوى لما نتكلم على روح الرب نفكر على طول غفران شفاء إطلاق صلاة من أجل الآخرين بناء أحفظ الكلمة في قلبي ما يخرج من لساني يبقى للبناء وهكذا يعني حاجات كلها لطيفة أما روح بقى لروح الشيطان هتلاقي بقى عداوة عداوة انشقاق تحزب فصل فرق تسد ياس كره قتل زنة نجاسة شراسة أمين حطي عددي بس حتى ودي نقطة مهمة علشان كده حتى إحنا زي ما اتكلمت في اختباري حتى إحنا داخل الكنيسة داخل جماعة جماعة المؤمنين مش كنيسة تقصية أو غير تقصية أو الذين لهم اسم المسيح ولكنهم ليسوا في المسيح روح الانشقاق دي جدير شقاق وروح التحزب أنا تبع فلان أو اشتبع فلان بتقولش أنا البولس ولا البوترس ده كتاب يعلمنا كده بتقولش وايضا الحتة اللي بيقول فيها اعزلوا الخبيث من بينكم لأنه ممكن يكون في وسط الكنيسة أشخاص كده فلازم هنعرف ازاي الروح دي مش من ربنا لأن ربنا جي جمعنا كلنا في جسد واحد ربنا جاء يشيل العداوة اللي ما بيننا وما بينه وما بيننا وما بين الإنسان ما يمفعش ينتج من الإنسان اللي عايش بروح الله إلا ما يخرج من الله ودي صعوبة جدا يعني قريبا كنا بنعمل حلقة عن المسيحية نسيت اسم البرنامج كان حاجة عن هل المسيحية صعبة أو حاجة زي كده يعني أو ضعف المسيحية ضعف ضعف هل المسيحية ضعف الحقيقة أنه الحياة المسيحية فيها صعوبة كبيرة لأنك دائما في مقاومة لنفسك أولا مظبوط ودي أهم حاجة كشف النفس مواجهة النفس إننا نحطها دايما أصاد ربنا وبعدين أنا بحارب العالم وروح العالم العالم ده روح يعني لو تبصي حوالينا فيه لكل عصر له روح بالضبط لكل بلد لها روح وإحنا ما أدراكي بالعصر اللي إحنا فيه ده وده روح شرير لأنه مضاد لكلام ربنا يعني دلوقتي بقى اللي انت شعر بيه هو الصح طرح ما ده إحساسك حقيقتي طرح ما ده إحساسك وده اللي انت عايزاه يبقى هو ده الحق وهو ده خلاص بقت مرجعيتي مين؟ إحساسي العالم بقى مرجعيتي الأول الأنا الأول الأنا ربنا بعد عن الصورة خلاص ما بقاش مرجعيتي ربنا واللي هو عايزه لي واللي قصده لي واللي هو عملني من أجله وعملني إزاي إحنا بقناش عارفين حتى إحنا يعني مخلوقين رجالة ولا ستات ما بقاش حتى عارفين لا وأنت كم واحد أنت النهار ده اتنين ولا تلاتة وده كله الشيطان بيلعب بينا الشيطان بيلعب بينا وبيقبر في الأنا أنا أنا وهو ويبعدنا عن روح الله في النهاية كل الزيادات دي وكل الأفكار دي اللي من من الشيطان اللي غير متفقة مع روح الله اللي فيك هي عايزة أقودك بعيد عن الله هو في طريقين طبب يا إما أنت دائما في لقاء مع الله أو الشر بياخدك يعني بصورة عملية تقدر تشوفها أنه الشر يفصل 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 فأنت بتبعد غير لما الكتاب يقول والرب يقول أنا أما تبقى قريب مني كبعد المشرق عن المغرب أبعدت عنكم خطاياكم فأنا أبعد عنك خطاياك ولا أنت تروح مع خطاياك بقى يعني دي صورة ذهنية مهمة الشيطان بيحب يكسر الإنسان أنه هو يحطه في الطين زي ما بيقولوا أو يعني ينزلوا في الخطايا ويغرزوا فيها لكن لو حتى لو سألنا بعضنا البعض يعني مهما الإنسان عمل ما بيشبعش يعني حتى سليمان يعني حتى هو سليمان بيقولك باطل الأباطيل كل باطل وقبض الريح ده كان عنده قد إيه وفي الآخر قالك باطل باطل ما فيش حاجة بتشبعه ليه لأن الإنسان مرة أخرى رجعنا إلى أول نقطة الإنسان روح واللي هيشبعه هو اتصاله بروح ربنا من التصق بالرب فهو روح واحد قصي خلينا قبل لوقتي فضل لنا عشر دقائق بالكتير يعني فأنا عايزة في العشر دقائق دول عايزة أولا أدي رسالة لأخواتنا المسلمين اللي بيسمعونا عن إيه الأرواح اللي الشيطان عايزهم يفضلوا مرتبطين بيها دي إحنا مش بنتكلم على إنه فيه عفاريد بتتنطط حوالينا بالمفهوم الإسلامي لا هو الشيطان بالمفهوم الكتابي بيدي أفكار شر أرواح روح إدانة الكتاب بيقول يعني روح إدانة روح غيرة الكلام ده كله ده دي موجودة في الكتاب لكن كنت بقولك النهاردة إحنا معندناش لستة تقولك فيه أرواح شكلها إيه أو اسمها إيه لكن عندك شيء ثابت بيقول إنه الأفكار الشيطانية اللي بتحط في قلبك خطية أو إدانة أو حاجة زي كده دي معروف إنها من الشيطان لكن الله هياخدك دايما لفكر السلام في الإسلام إحنا ما بنفكرش بالطريقة دي خالص إحنا التعليم الإسلامي يخلانا نستقبل أرواح الشر ونتعامل معاها فلما يكون الرسول نفسه عنده روح شرير بيتبعه يقولك إنه ده جن بيتبعه والقدر عليه فأسلم ولكنه جن ولكنه شيطان البر وال لا بين الظلمة والنور وإنه إن إحنا ننتهر الشيطان مضبوط ما فيش بينك وبيني حديث أصلا مش كده أنت تنتهري في اسم يسوع المسيح طبعا 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 أوكي فكلمينا عن إزاي نسمع صوت الله ونميز هذه الأرواح ونصلي ضد هذه الأرواح أول حاجة أحب أقولها هو إنك اعرف عدوك لو معرفتش عدوك مش هتعرف أنت بتحارب الشيطان عايزك بعايز يمس روحك فالحرب موجهة لروحك ده الهدف ده الهدف إذا حسيت أو مش حسيت ما قدرش أقول حسيت أي فكر يجي لك في تقبر على أخويا بير مقدس في اصدراء بأخويا أو بأختي أي فكر غضب تجاه أخويا أو أختي والغضب ده له أشكاله أي أي فكر انشقاق زي ما قلنا أي فكر تحذب أي فكر يخليني أنا أشعر بالأفضلية عن من هم حولي أي فكر شراسة يعني عندما ينتبه الإنسان إنه عنده الفكر ده خد بالك على طول الفكر ده جايلك مش من ربنا أوكي بس ده روح تمييز بقى ده اللي احنا بنتكلم فيه فهي دي بقى روح تمييز إن أنا ببقى شايف ده فكر خليك صاحي للأفقار العمالة والروح العمالة تيجي عليك إحنا كل يوم بنتقابل بهذه الأفقار وبهذه الروح ولنا الاختيار إن إحنا ناخدها معانا ونقبرها جوانا أو يا إما نرفضها ونطردها ونخلي النظيف يدخل ساعتها النظيف هو اللي هيدخل فالإنسان له مسئولية جمدة تجاه هذا التمييز فحص النفس فحص النفس وفحص الفكر اللي بيجي لي فحص الفكر فكر يتجدد فالله دائم أنت قلت أعرف عدوك المبدأ المهم جدا لسه قلنا النهاردة الصبح إنه إنه لو كان للعدو مكان في أرضك مش ممكن لو العدو عمل خيمة وقعد في أرضك مش تقدر تطلعي لأنه الخطية تدي للعدو مدخل لا تعطي مكانا لإبليس يبقى لازم التوبة طبعا طبعا أو البول وكشف النفس ما احنا بنقول كشف النفس والتوبة على طول وبعدين ما تتضيقش إنك غلط يعني ما تتضيقش معناها إيه ما تقولش ما فيش أمل فيها ده اللي أصده يعني لا فيه رجاء لأن ربنا يعلم ضعفنا لكن لا تشمتي بيا عدواتي لأني إن سقطت أقوم الشيطان عايزك تبقى ساقط وفاضل وقاعد في الخطية أوكي علشان يكمل عليك للآخر الندم بقى والزنب والبتاع وما فيش خلاص ما فيش أمل مني لا لا بالعكس ربنا وده خلي بالك ده برضو الفرق ما بين روح التبكيت برجاء وما بين روح الإدانة بالموت سو ده يقولك صوت الله طبعا ربنا ربنا قولنا حاجتين ثلاثة عن صوت الله ربنا لما يبكتك على روح ربنا لجواك أو الضمير اللي بيبكتك على خطية عملتها ده لأنك عرفت إنك غلط ممكن يبقى صوت التبكيت إزاي في حياة الإنسان يعني يعني ممكن الله يقوله يعني لو انت مش لست عامل كده المرة اللي فاتت مشاء نبيتك هل ده تبكيت لا ربنا ما بيفكرناش باللي فلازم بالزبط ربنا عمره ما بيجيب بصيرة اللي فات لأنه هو بيرمي خطيانا في بحر النسيان زي ما بيقوله يعني طالما طالما جناله بيها خلاص بيشطب عليها بيبتدي معنا صفحة جديدة أي إنما دي طريقة الشيطان بيفكرك اللي هو حتى إحنا عندنا بيقوله ايه وتسكار الشر الملبس الموت اللي هو كل شوية بيفكرك بالغلط فاك إيه بك تفضل قاعد تفتكر في الموت على طول يوقع طبعا في وخلاص ما فيش منك أمل يعني دي خدعة الشيطان إنما ربنا لكن ربنا ممكن يقول أنا ماسك إيدك في الحتة دي أنا شفت طوبتك أنا قبلت طوبتك قوم بقى وأنا هعلمك الجديد على طول ممكن ربنا يقولك معليش أنت زعلتيني في دي لكن أنا هبقى معاك قوم لما تسمع كلمة قوم اعرف إنها من عند ربنا ليه لأنه هو اللي هيقومك وما تخافش من أنك أنت تقول لا مش هيقبلني لا أنا عملت كثير قوي لا ربنا من أجل هذا جاء لأنه جرب في كل شيء يستطيع أن يعين المجربين صحيح جرب في كل شيء بلا خطية لكنه يستطيع أن يعين ربنا عارف باللي احنا بنمر به لأنه جاء في الجسد وعاش حياتنا عارف الدربات اللي بتجلنا من كل ناحية ويستطيع أن يعين المجربين فيه فرق بين أنك أنت تسألي حد مش مجرب ممكن يديك زي بيقولك فقد الشيء لا يعطيه إنما ربنا مجرب كل درباتنا بلا خطية يستطيع أن يعيدنا ويقيمنا بلا لوم أمامه لو في دقيقة سألتك سؤال أنا يعني طب إيه إيه يخلي ربنا يديني أنا روح التمييز يعني وإنحلتي إيه عشان ربنا يديني العطية دي ما ميمكن مش للكل دقيقة واحدة قولي إيه للإنسان اللي ما عندوش الرجاء ده اللي ما عندوش الرجاء ده أقولك أنت غالي قوي على ربنا ومين قال إن ربنا مش عايز يديك إحنا اتكلمنا بتاع كله إن ربنا اشتياء قلبه إنه يعرفك عن نفسه اشتياء قلبه أن يعلن لك عنه وإنك ترتبط به والقاية اللي قلتها ما نلتصق بالرب فهو روح واحد ربنا عايز أن ألتصق به فما تجيش تقوليلي إن ربنا مش عايزني أعرفه أو إن مش عايزني بالتمييز لا مين قال الكلام مش ممكن مش ممكن لأنه جاء لكي يعطينا روح التمييز آمين فما تسمعش للروح اللي يقولك أنت ما تستهلش ده مش صوت ربي ده مش صوت ربي لا أنا قمتي فيه ومنه أنا قمتي فيه ومنه آمين آمين شكرا على حلقة جديدة آم فيها كلام نعمة كتير آمين شكرك رب أنا بقول لإخواتي المشاهدين النهاردة واحدة زي ما كانتش تعرف إن الله أصلا حينظر ليها النهاردة مش الله بينظر لي لا النهاردة الله جوايا معايا في كل لحظة لا يتركني في ضعفي لا يتركني في خطأي لا يتركني في اللي تفهمي لا يتركني في غبائي أحيانا لإنه أحباني زي ما أنا وده متاح ليك النهاردة ومتاحة ليكي النهاردة الله بيحبك زي ما أنت وعنده عطاية وكنوز كتيرة ليكي المسيحيين حتى النهاردة ساعات يقول لك يعني ربنا هيديني ده ليه ما أنا عندي حاجات تانية كتير في أحد عنده الموهبة دي أنا أخذ الموهبة دي ليه إحنا لم نسأل إحنا لم نسأل إسأل والرب يمكن أن يعطيك كل اللي نفسك فيه كمؤمن واللي تشتهيه كمؤمن من كنز أبيك في إيديه هو وحده أشكركم وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر